نهاردة هنكمل كلامنا في الجزء الثاني عن درس about fuels تعالوا كده نفتكر مرة الفيتة تتكلمنا عن ايه اول حاجة بتدينا بكلامنا عن الفيول يعني ايه كلمة فيول وازاي قدر حدد ان الحاجة قدامي دي فيول ولا لأ وقولنا انا مش اي حاجة بتطلع thermal energy on burning اقدر اقول عليها انها فيول لكن لازم تكون بتطلع large amount of thermal energy زي بالضبط الفرق ما بين الكل والpaper لازم عشان يطلعها احرقه بعدين قلنا ان الفيول عنده يوزز كتيرة جدا من هم تو يوزز بدهية جدا مما انه بيطلع thermal energy so we can use it in cooking or warming وفي تو يوزز قدام كنا خدناهم it's used in generating electricity and also used in operating cars زي الگاسولين when we use it inside the cars بعد كده بتدينا نقول ان الفيول is two types types of fuel are fossil fuel and biofuels fossil fuels and biofuels عرفنا من كلمة fossil ان it's made of remains of that living organism لكن ال biofuels it's made of living organism زي الplants ما اقدرش اقول لا animals ولا humans طيب في اللسن اللي فيتكن اتكلمنا على main source of energy قلنا ان all the energy on earth come from the main source which is the sun the same for fuels fuels contain chemical energy and when they burn it becomes thermal energy قط من ان الكميكال انرجي دي originally from the sun طب لو انا كده عايز افولو الenergy chain بتاعت الفوسل fuels هنقول ان السن كده وكده احنا دايما في الenergy chain اتفقنا من ابتدي بالسن sun produces light energy after that the light energy is absorbed by the plants to make their own food and the plant produce chemical energy then this plant die and changes into fuel so the fuel contains chemical energy يبقى الoriginal بتاع الchemical energy اللي جوة الفيول هو مين هو السن ده الorigin بتاعها وبعدين لما بنعملها burning بتبقى ثرم الenergy بعد كده بتاعتنا نتكلم على الفوسل فيول itself وانا الفوسل فيول it's a kind of fuel او it's a type of fuel produced from dead living organism that are burned under the ground for millions of years وقلنا ان عندي اجزامبل زرية زي الكول والاويل والناتشل الجاز وقلتلك ما تنسيش ان الاويل ممكن نقول عليه بتروليوم اويل ممكن يديني اجزامبل زي عليه جازولين وكيروسين طب ازاي الفوسل فيول بيكون بيكون فاربع خطوات اول خطوة انه living organism يموت تاني خطوة انه يدفن برد تالت خطوة يبقى عندي two conditions pressure and heating ورابع خطوة الفوسل فيول is formed after millions of years طيب لو انا عايز اتكلم على الكل بقى يعني الكل شخصيا الكل شخصيا عشان يكون the plant must die then it get birth under pressure and heating then it changes into coal طب لو انا اتكلم على الويل والناتشل الجاز we start with marine living organism ممكن نقول marine ممكن نقول aquatic ممكن نقول sea creatures and when they die they get birth then under pressure and heating they change into oil and natural gas واتفقنا نقول الويل والناتشل الجاز we get them using we collect them using oil rigs oil rigs عبارة عن islands بنبنيها في اماكن وجود الاويل والبترول عشان تبتدي تحفر وتطلع علينا الاويل والناتشل الجاز اللي موجود underground ما تنسوش ان كده وكده they are found under the ground even لو انا either لو انا على الاند او لو انا تحت المية واتفقنا ان الفرق ما بين الكل والاويل والناتشل الجاز ان الكل بيتكون من لكن الاويل والناتشل الجاز بيتكونوا من الداد مارين living organism سواء كان بلانت او انيمل والخطوات هما الاربع خطوات السبتين اول خطوة the living organism die then buried then pressure and heating اللي هما الtwo conditions المهمين جدا 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 وبعدين وبما ان هو بياخد millions of years to be formed so we said that fossil fuel is non-renewable resource يعني it cannot be reused it cannot be replaced we cannot overuse it هيخلص مش هنعرف نجيب منه تاني يلا بقى نبتدي كلامنا عن ال biofuels من اول كده احنا كده خلصنا مراجعة وهنبتدي في الكلام الجديد biofuels it's a type of fuel بس جاي منين it's a type of fuel produced from living organism زي مين زي البلاند يا اما وانا بتمشى كده تعجبني الشجرة وابقى عايزة تدفة فابتدي اقص الود بتاع البلاند واعمل له burning so wood wood itself wood itself is a biofuels او اخد الود احرقه واعمله charcoal طب جات من اين فكرة charcoal ان الناس لما لقوا ان الكل ده حيجة بتقعد مليون سنة عشان تتكون او مش مليون واحدة ملايين السنين عشان تتكون طب ما احنا نبتدي نحاول نلاقي حاجة بدل الكل كده احنا نخلص الكل احنا عايزين نجيب حاجة بدل الكل واحنا اللي نكون بنعملها so they started to invent a man made coal المان made coal اللي هم اخترعوا ده اللي هوا مين اللي هوا الchar coal طب الcharcoal ده ملي عملوه ازاي they get the wood and they burn it then they cut it into cubes then they form the charcoal طيب مين عنده energy اكتر الكل ولا الcharcoal طبعا طبعا الكل ازاي يعني عشان الكل قعد millions of years under the ground under pressure and heating في طول الفترة دي هو عمالي خزن جواه more and more energy لكن الcharcoal يدوبك البلانتا ده كان عامل chemical energy وانت قمت واخده قطعه وبتديد تعمله burning وبعدين هتستخدمه as a charcoal فهو ماخدش وقت طويل فعشان كده ما عندوش كمية الenergy اللي موجودة جوا الكل تمام طيب يبقى كده الwood عرفنا الwood لو عملت له burning وقتعته فبقى اسمه charcoal طيب لو انا خدت الwood وعملته chips وthen I made squeezing عصرته هيطلع لي ايه هيطلع لي liquid bio fuel طب ايه الwood chips دي هو فيه chips مصنوع من الخشب لا خليني اقولك ان النفس concept sugar cane القصب القصب اللي احنا بنشربه القصب ده بيبقى عبارة عن plant كده بناخد الليستان بتاعه نعصره نطلع منه العصير scientists لقوا ان فيه plants لما بنعصرها بتطلع fuel طب هل اي plant بيعمل كده لا some kinds of plants زي corn وزي grass especially grass نوع grass اسمه switch grass وزي wood chips طب ليش معنى الwood عبنعمله chips chips يعني بنقطعه طرنشاطه فياعة عشان الwood دخين مش عارف عملله وhard قوي ناشف قوي مش عارف عصره زي ما هو فليزا ما قطعه رفيع بعدين عصره تقطعه رفيع ده اللي هو اسمه wood chips تمام يبقى ايه هي البيو على فكرة البيو احنا بنعملها من الwood chips والgrass والcorn لها اسم اسمها السينتفك ايه اي ثانول يعني اما اقول liquid بايو فيول اما اقول اي ثانول اي ثانول اي ثانول اي ثانول living organism طب ايه الاجزامبلز عليه الwood او اعمله burning فحاوله charcoal او اعمله chips فعمل منه liquid biofuel اسمه اي ثانول طيب تفتكروا البيو فيول renewable ولا non renewable انا اظن ان هي renewable ودي الحقيقة طب ايه renewable resources اصلا اللي حوالينا انتو درستوها في الانجلش درستو solar energy والwind power والwater power وانا اهو في السينتز قلتلك البيو فيول دي الحاجات renewable طب ايه الحاجات non renewable احنا درسنا في السينتز ودرسنا في الانجلش ان fossil fuels coal و oil والnatural gas الثلاثة non renewable زيادة عليهم المين اللي عاملة زي الوردة اللي علي مين تحت دي nuclear energy ودي لسه مش هتدرسوها دلوقتي خالص طيب البيو فيولز بقى renewable دي حاجة حلوة الله هستخدمها كتير لا خالص البيو فيولز they are renewable بس although they are renewable we should we should conserve it and use it carefully يعني ايه conserve it يعني نحافظ عليها طب ليه نحافظ عليها ما هي renewable هتطلع تاني طب هسألك سؤال هي الشجرة بتطلع ما بين يوم الليلة لا بتاخد سنين عشان تطلع صح طب ما لو احنا قطعنا الشجر دلوقتي هشنستخدمه هنضطر نستنى سنين عشان يطلع تاني فبالتالي عشان ما نوصلش الحاجة اسمها deforestation because the trees grow few centimeters each year and depend on them if we depend on them we will lead to deforestation deforestation يعني بقطع الفورست يعني ما يبقاش عندي plants اللي هي يعني تقريبا بمعنى تقريب الأراضي الزراعية اوكي تمام تعالوا كده نفتكر معنى كلمة renewable معنى كلمة non-renewable كلمة renewable معناها it can be reused and replaced وكلمة non-renewable معناها it cannot be reused or replaced تمام can be reused or replaced يعني اقدر استخدمها اكتر من مرة او اقدر اجيب منها تاني زي الواتر والويند والسوليو الانج non-renewable cannot be reused or replaced يعني او استخدمتها مرة معرفش مش عارة فاجيب منها تاني اصلا فيه كده comparison تحت اليوز ده اكبر من الproduced دايما comparison دي بنقول عليها في non-renewable ان احنا دلوقتي بقنا نستخدم الفاصل فيولز كتير اوي 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 وهم اساسا ما بيتكونوش لسه لان احنا كل اللي احنا بنستخدمه ده يتكون امتى يتكون من العصر بتاع الدايناسورز وقبل عصر من اللي احنا بنعمله هو لسه ما بيتكونش او بياخد ملايين السنين وقبل ما يتكون اصلا that's why بيسي it's non-renewable طب فيه sources تانية renewable اه احنا اخدناهم في الانجليش we have the water we have the wind we have the solar power وكل دول هندرسهم في اللسن اللي جاي فما تستعجلوش عليهم خالص الدرس اللي جاي اسمه renewable resources of energy تمام طيب تعالوا نحل شوية اسئلة اول سؤال fossil fuels fossil fuels come from wind water underground all the previous answer fossil fuels كلهم بنحفر ونجيبهم من تحت so they come from underground all the following are renewable resources except اول ما لقى كلمة except اعكس السنتنس هو هنا بيتكلم عن renewable يبقى هو في السؤال كده بقى عايز non-renewable مين بقى هنا non-renewable الwood renewable الواتر renewable الcharcoal renewable الاويل اه الاويل ده فاصل fuel يبقى non-renewable so it is the right answer خلي بالك هنحاول نلغبطك ما بين كلمة coal وما بين كلمة charcoal coal اذا فاصل fuel charcoal اذا bio-fuel اوكي ركز واقعه تغلق يلا السؤال اللي بعد space is from the non-renewable resources the non-renewable resources يعني we cannot reuse it again لو استخدمناها مرة خلاص راحت يعني انا بدور على fossil fuel ethanol لا الاثنول ده liquid bio fuel wind renewable grass ده اللي بعمل منه liquid bio fuel natural gas ايوه هو ده fossil fuel complete space and space are important factors information of fossil fuel الفاكتور for formation of fossil fuel شروط ان يحصل الفاصل fuel حاكتين pressure and heating pressure and heating يعني مش اي حاجة هتموت وتتدفن هتتحول لفاصل fuel لازم يحصل pressure and heating عشان تتحول لفاصل fuel سؤالة لبعده A A and A are biofuels عايز examples ال biofuels سهلين قوي wood ويتشاركول اللي مش هننساه والليكود biofuels زي الاثنول space and space are renewable resources renewable resources يعني حاجة كان بيريوز ال biofuels ومين كمان والواتر او الويند او السولر انرجي كل ده الرينيوبل A and A are fossil fuels coal وويل وnatural جاز خلي بالكم ان نص الاسئلة دي تقدروا تحلوها اصلا باللسن بتاع الانجلش تمام method of fossil fuel conservation ازاي هنحافظ على الفاصل فيول ايه ده هنحافظ عليه ليه ما احنا اتفعنا ان الفاصل فيول ده non-renewable resource so it's going to end one day that's why we should conserve it او نعمل efficiency of resources يعني نحاول نقلل استخدامنا للحاجة ونحافظ عليه الاطول الوقت ممكن مبدئيا احنا اكبر كمية من الفاصل فيول بنستخدمها في الجازولين الجازولين بتاع العربية so in instead of driving car we should use walking or bicycle in instead of driving car في المشاويدي الصغنونة في المشاويدي الصغنونة اقدر امشي او اركب البايسكيل بتاعتي بدل مسوق العربية تاني حاجة turn off the unused light لو انا في حاجة مش مستخدمها نور مش باستخدمه او electronic device مش باستخدمه عطفية تالت حاجة depend on renewable resource of energy instead of fossil fuel مش احنا قلني ان الفاصل فيولز هتخلص طب ما يلا نستخدم ال renewable بس كده يا دي حل الازمة كلها طب هنروح لمين في ال renewable واروني بقى مين الشطر اللي فاكر هنستخدم ال biofuels ولا ال water وال wind وال solar energy لا هنستخدم ال water وال wind وال solar energy مش ال biofuels ليه؟ لان ال biofuels اه هم renewable بس بس they need sometime to grow تمامي؟ في ال renewable هنعتمد على ال solar وعلى ال water وعلى ال wind طيب فاكرين الرسمة دي اللي فات قلتلكم ان احنا هنرجع نتكلم عنها تاني generating electricity from fossil fuel احنا قبل كده في ال energy chain قلنا ان ال coal we put it in the power station to get out electric energy في خطوات في النص تحصل ما كناش تكلمنا عنها تعالوا نتكلم عنها دلوقتي اول معلومة هضفها لكم ان احنا مش بنستخدم ال coal بس احنا بنستخدم اي fossil fuel يعني natural gas oil او كل التلاتة ممكن خلاص بنعمل ايه او بنستخدمهم ازاي واحد لازم هلا ايه بيرد علي قولي ياميس لازم نعمل لهم burning ما احنا بتفقين ان اساسا الفوصل فيول لازم اعمل له burning عشان يطلع ايه heat energy طب when I burn fossil fuel and produce thermal energy هاستفاد ايه بال thermal energy دي لا استفاد كتير انا عايز استخدم thermal energy دي to heat water طب انا ليه عايز اصخن المية عشان المية لما بتسخن هتطلع steam دخان والدخان دا بيبقى بيجري بسرعة تاني انا عايز اعمل burning of fossil fuel ليه عشان اعمل heating of the water to produce steam طب والستيم دا لما هيطلع هيعمل ايه الستيم دا دخان بيجري بسرعة so it's going to hit the turbine طب الترباين دي عاملة زي ايه عاملة زي المروحة طب المروحة لما الهوى بيخبطها بتعمل ايه هتلف so the turbine will move when the turbine moves what else is going to rotate its generator when the generator rotates it's going to produce electric energy تعالوا نمشي خطوة خطوة اول حاجة بنعمل burning of fuel to produce thermal energy then water becomes hot and produce steam hot water produce steam الخطوة اللي بعدها turbine move then generator rotate then electricity is generated generator دا عبارة عن coiled wire يعني سلك ملفوف between two poles of a magnet ما بين magnet اوكي يعني magnet و copper coiled wire سلك ملفوف هو دا الجنيريتر والجنيريتر دا عبارة عن جهاز لما بياخد kainatic energy يطلع electric energy تعالوا نتكلم تاني على الرسمة دي بس in terms of energy بقى كاني باتكلم عن energy fossil fuel burning of fuel producing thermal energy hot water produces steam اوكي الاستيم بيبقى عنده kainatic energy turbine move kainatic energy generator rotate kainatic energy electricity is generated electric energy يعني thermal kainatic 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 electric طب لو انا جبت الرسمة دي نبص انا شايف الرسمة تحت كاتب كلمة heat يعني خلاص حصل burning وطلع الheat بعدين هو number one مش شاور كده على الحتة اللي فيها زي دخين so number one is steam is produced number two مش شاور على المراوح المراوح دي the turbine turbine move three مش شاور على generator generator دايما بيبقى بعد turbine generator rotates number four electricity is produced طيب يا طرحنا بنطلع electricity منين من fossil fuels ولا من bio fuels تعالوا نبص كده على الرسمة دي ونفهمها عندنا 55% من electricity اللي في مصر بنطلعها من natural gas يعني بنروح في power station وحط natural gas يدينا electricity 39% بنطلعها من الاول اللي هو البتروليوم و2% بنطلعها من الكول يعني 96% من electricity on Egypt produced from fossil fuels و4% بس يعني we get it from renewable resource يعني متخيل ان لو الفاصل fuels دول خلصوا 96% of the electricity will be gone هنعيش على 4% بس من electricity يعني نشغل لمبة واحدة في مصر مثلا كلها it's disastrous طيب في كده كلمة لافتت انتباهي شايفين كلمة hydroelectric اللي جنب السكوير اللون purple hydroelectric كلمة hydroelectric دي ما أصوم النصين hydro means water electric means electricity so hydroelectric it's producing electricity using water له الwater power اللي انتو اخذين في الانجلش water power تاني امو لحظاتنا عالرسمة دي natural gas and oil produce the greatest amount of electricity in Egypt both are non renewable resources that will end soon هاي خلاصوا نعمل ايه we need to depend on renewable resources more زي water wind solar energy طب هتقولولي في الرسمة ميسا وما جابش سيرة الwater لأ هو hydroelectric hydroelectric معناها water طيب what are the disadvantages of using fossil fuels خلي بالكو كده رتبوا دماغ وحنا النهارده اتكلمنا عن ال biofuels وبعد كده قلنا some examples of renewable resources وارجعنا تاني نتكلم على fossil fuels اوكي طيب disadvantages of using fossil fuels اول حاجة الفاصل fuels لو انتو فاكرين الرسمة بتاعة الالكتريك او الpower stations كنا بنقول بنعمل burning لل fuel طب when I burn fuel اكيدا هيطلع دخان الدخان اللي بيطلع اسمه smog smog مش smoke ليه اسمه smog لانه بيعمل سحابة سودة smog 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 ده بيعمل اضرار دلوقتي وبيعمل اضرار لقدام ايه الاضرار اللي بيعملها دلوقتي او ايه harms خلوالكم ممكن يقول disadvantages او يقول like harms او withdraws او cons the disadvantages of using fossil fuels is that it causes air pollution هيبوز الهواء that result in eye and long irritation eye irritation يعني يعني تحرقني وتبقى حمرة long irritation يعني نفسي مبقاش مظبوط وعدكوح او كي طيب في حاجة بقى اخطر قدام في المستقبل ايه اللي هيحصل احنا قلنا ان البرنك ده بيعمل smoke طب ال smoke دي جواها ايه ال smoke it contains carbon dioxide gas carbon dioxide gas ده بيعمل مصبتين اول مصيبة اسمها global warming تاني مصيبة اسمها acidic rain طب يعني ايه global warming carbon dioxide is a crazy gas ايه crazy ليه مجنون بيعمل ليه يعني بيعمل حاجة وحشة جدا trap the heat بياخد الهيت بتاعت الصن ويحوشها جوه ال earth trap the sun's heat trap the sun's heat so ايه هيحصل لل temperature the temperature will increase it will become really hot طيب انا حاسس ان كلمة global warming مش كلمة سهلة بالعكس دي كلمة سهلة جدا global جاية من كلمة globe اللي هو ال earth اوكي worm warming جاية من كلمة worm اللي هو داي فيه so global warming معناها the earth becomes hot او becomes worm ليه it become worm او hot because of the carbon dioxide that trap the heat trap the heat يعني هيحوش الهيت اوكي ممكن نقول trap heat او نقول absorb heat what is the meaning of acidic rain بقى ال carbon dioxide اللي هيطلع في الهوى ده لو الدنيا هتمطر اللي هيحصل ال carbon dioxide will dissolve in the rain water هيدوب جوه ال rain water لما يدوب هيعمل حاجة اسمها carbonic acid carbonic acid دي اللي احنا بنقول عليه acidic rain يعني ايه كلمة اصدك عارفين طعم اللمون ده طعم اصدك تخيلوا بقى طعم اللمون ده لو نزل في المية او نزل في التراب اولا لو نزل في المية the fish will die ولو نزل في التراب the trees will die so it causes water and soil pollution للاسف احنا لقينا في مصر 96% of electricity produced from fossil fuel هل لها اضرار كتيرة اول مشكلة انا هو non renewable اصلا طب و ايه اضرارها اول حاجة بتعمل air pollution because the smug causes eye and lung irritation هتعمل global warming because carbon dioxide trap the heat so it increase the temperature of the earth هتعمل acidic rain acidic rain يعني soil and water pollution ازاي carbon dioxide will dissolve in the rain water forming carbonic acid or acidic rain بس كده كده نبقى خلصنا الدرس ده متقسم لأجزاء بدايته نبتكلم على fuel itself وبعدين قسم لك fuel لنعين اتكلم شوية على fossil fuel وبعدين ابتدى يتكلمك على uses of fossil fuel and generating electricity وقال لك وإحنا بنستخدمها هتطلع سمج يبقى هنتكلم على disadvantages of using fossil fuels طب واتكلمنا برضو على conservation of fossil fuel لأنها non-renew بل هتخلص فلازم نحافظ عليها بس كده لو انت فاهم البوينت دي كلها يبقى انت غطيت اللسن كل thanks for watching ما تنسوش تعملوا like و subscribe وتفعلوا وراجع ان شاء الله اللي هنزله لكم قبل good luck bye bye